نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالدور الفاعل للمؤسسات المصرفية العالمية بمملكة البحرين وإسهاماتها البارزة في التبادل الحيوي للمزايا الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي مع العديد من الأسواق العالمية وتناول سموه في الحديث لدى لقائه في قصر الرفاع اليوم مع السيد جيم كاولز الرئيس تنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في سيتي جروب بحضور سعالة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي تناول نشاط سيتي بنك في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين وإسهامه الممتد في هذا المجال في صورة من صور تطور التي يتوافر لها في مملكة البحرين المزايا الملائمة من عوامل الانفتاح والتنظيم الفعال والمتطور منوها سموه بدور البنك في بناء القدرات محليا عبر تطوير الكوارد البحرينية وتوفير الفرص لها مما يرفض المزيد من الكفاءات المؤهلة والمتمكنة في سوق العمل من مختلف التخاصصات المصرفية والمالية وأشهد سموه بتواصل تنامي نشاط سيتي بنك في مملكة البحرين والمنطقة ككل معربا سموه عن ثقته في استمرار تحقيق البنك للنجاح والنمو في المملكة نظرا للإمكانات والأفق المتاحة لذلك خاصة مع اهتمام المملكة الدائم بموصلة تطوير المؤسسات والأطر التنظيمية المعنية بتدعيم تقدم ونمو المؤسسات المصرفية والمالية في إطار الدفع قدما بكافة أشكال التنمية من جانبه عرب السيد جيم كاولز عن تقديره للدعم والأطر التنظيمية التي تتوافر لعمل المؤسسة في مملكة البحرين مما كان له الأثر الإيجابي الملموس على أشطته وعملياته وأكد على التزام البنك بتعزيز وجوده في المملكة والبناء على ما حققه من نتائج طيبة من خلال ذلك